طيب حق اكلمت على عمر ديب وعلى شرين وعلى محمد رمضان نعم ايه التوقعات اللي انت توقعتها وحصلت و ايه التوقعات لو انت عندك توقعات لنجوم ما ايه بالضبط يعني احنا حازين نسمع احازين نسمع توقعات جديدة الدي جديدة دي دي قصيري اول محمد رمضان توقعت له وشرين توقعت له خلاص هل قيل اللي توقعت له شرين ه chopر شيرين أنا حكيت ممكن تطلع مرة مرتين على المسرح وتنازل غنية جديدة فترة جاية بس شيرين ما حتكون شيرين ما حتكمل شيرين ما حتكمل انتحار ولا اعتزار لا لا واعتزار ولا انتحار شيرين ما حتكمل بالساحة يعني شيرين ممكن بعد اسموع تعمل غنية تطلع حترجى تفوت مطاب زوجي حترجى تختفي الشهرين ثلاثة اربعة يعني هتفضل حياتها كده شوفي أنا بالالفين واثنين وعشرين مستقرة 2022 تواصلت معي نيدال أحمدية ودخلت شيرين شيرين من 22 لو سمعت كلامي كانت تحلّمها عن دع هذا الموضوع كله انت قلت لها كلام ده في سنة 22 22 لو سمعت الكلام ما كان صار معك لو شيرين سمعت الكلام دلوقتي هل التزبزب اللي انت ولا اي شي كان صار معه ايوه دلوقتي لو هي سمعت اللي انت قلتها لها زمين بدأت تطبعو دلوقتي تتوقعي ده تطلع المسرح فترة جاية وتحاول تطلع وتحاول تنزل ممكن بعد اسبوع عشر ايام غنية طب انت عارف ان البرنامج هنا متشاف فكل توقعات اللي انت هتقولها هتتخذ هتتخذ انا من قبل شهرين طلعت مع العلامية أميرة بدر بنفس القناة صح اه انا حكيت خمس توقعات صح اه الخمسة ايوه اتحقق خمسة خلينا في الفن ربنا والتوقعاتك الفنية على مين اختار اعطيني الاسم اعطي لك الاسم انت طبعا قلت شقيع خلينا عمر دياب مثلا ان عمر دياب بالاصل قليلة شخصية مقربة منه مش قاري لياها لعمر دياب ركزي معي ولكن رسالتي وصلت لعمر دياب عنده واعكة صحية قوية الفترة المقبلة هيختفي شوي عمر دياب نعم خلي دير بالي والا صحته ورسالتي وصلته طبعا مين من الفنانين ممكن هو محسود على اللياقة البدنية والرياضة والصحة ولكن المرض ما بيعرف رياقة بدنية المرض ما بيجي والواعكة الصحية بتيجي بتيجي عندك فنان مصري من جيل شوية قديم مش من جيل حاليا حيكون محل انزار وفات الفترة المقبلة وفات؟ نعم مغني قديم هو بالاصل مصري مصري نعم قديم من جيل اغدا من الجيل الطالح حاليا من جيل عمر دياب يعني تقريبا ممكن من هالجيل نعم شخصيا محبوبة مظموم ولكن هو حيكون محل انزار وفات يا كساتر يا رب طب انت لغبطين طب اوكي احمد العواد وياسمين عبدالن انا حكيت عنهم حتى لو رجعوا معي يكملوه شي اللي عم سير مع شرير حيصير مع احمد العواد ما خلاص من سؤالي لها المواضيع ما عاد احكي فيها يعني مش هيرجعوا حتى لو رجعوا حينفصلوا مالهمش استمراريا ما في كيميا ما في كيميا لا لازم يكون في كيميا والاصل اشتركوا في القناة